لكن بالمقابل سيادة النابل هواية دول اليوم مستغلة موضوع الزراعة وتعتبر هي ثروة لبعض الدول لكن بالعراق ما مستغل لها بصورة صحيحة يعني ما معقول اليوم 18 مليون دونم مزروع من أصل 32 مليون دونم كانت في السابق لسبب تجريف الأراضي وتحويلها إلى سكنية والسبب هو أكيد أزمة السكن لكن بالمقابل تعتبر هذه كارثة وإحنا مقبلين على زيادة بنقص هذه الأراضي الزراعية كون الأزمة يعني بتفاقم وتزايد بالنسبة السكانية حقيقة يعني العدل يعني كرقم لا يمكن أن نقول هكذا أن هناك خطورة أصبحت المشاحات غير يعني كبيرة جدا هي محيط في المدن ومحيط لكن مؤثرة مؤثرة على البيئة حقيقة الأمر أكثر من هذا الوصف يعني التأثير بالغذاء وتأثيرها يعني بكثرة المحاصيل أو عدمها البيئة تتأثر أكثر من لأن هناك بناء وهذا البناء قد يكون فيه يعني مؤسسات صناعية وما تتركه من حوادم في الشارع وفي الجو في المدينة يؤثر على السكان ويؤثر على البيئة والسكن هذا يعني الأمر الأول هناك يعني نرى في الآونة الأخيرة طوانين قد يعني تطبق الحج من هذا الموضوع ونحن نرى يعني أنا في حديث مع أحد القنوات فلت أن قادة العراق بأنفسهم هم من قاموا بأعدام النخيل يعني منه من الأكوراثي لن يرى النخيل الذي يعدم وتسكب عليه الزيت أو النفط كي تموت النخلة ومن ثم يعطي لنفسها زي شمع الآيات برايب سيادة النائب هو حتى يعطي لنفسه الشرعية أن تنتقل صنف هذه الأرض من بساتهم إلى أرض يعني خلي نقول عليها أرض بيضاء وبالتالي يمكن أن يقيم عليها المنشآت والبيوت يعني يوم السياسي يخدم مصلحة الشخصية على حساب المواطن؟ نعم 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 أنا أقولها وعلى الهواء ومن خلال أقناتكم أن الكثير من من لهم شأن بالسلطة اشتروا الأراضي المحيطة في المدن الأراضي المحيطة في البلديات وأسعارها أكيد ستكون أسعار عالية لذلك يكون يعني تطبيق القوانين خفيف أو تطبيق القوانين يكاد يعدم لأن فلان الفلاني هو من سيطبق عليه القانون ترجمة نانسي قنقر